ابيك تقولي في التعليقات افضل الوحش اللي لما تقابلهم اول مرة جاك تلي احساس قلق وقهر وتعب نفسي لدرجة لكل ما تقابله ما تنسى اللحظة الاولى اختيار اللي افضل خمسة مبنية علي انا شخصيا شنو الوحش اللي لما واجهته حسيته بغثة وخوف وترقب الشكل والصعوبة الى اخرة ما له علاقة في اختياراتي وطبعا لا تنسون وحوش بيولوجية من البداية فقط يعني البشر اللي تحولوا بعدين لاشرار وحوش بيولوجية ممحسوبين مثل منو مثل ويسكر وعائلة بيكر وهكذا ما راح يكونوا فيها القائمة وبسم الله يلا نبدأ اروع ما في هاللحظة لما تجي تشوف هالوحش الغريب وتقرب منه يعطيك وضعية هاح تعالي هنا يا ولد قمة الرعب خصوصا ايام الجيم كيوب أول ما لعبتها ما أقرأ ملفات ولا أعبرها كانت تنبهني إنما يشوفوا إن الأجراس والأصوات تجذبوا وهذه أفضل طريقة لتقتله هالكلام ما كنت فاهمه وكنت شغال عليه ضرب ويا ماذا بحنو شي بعموت أقلقني بشكل رهيب لغاية ما بعدين عرفت من مجلات الألعاب الطريقة قدرت عليه لكن ليه يومك هذا حتى معربيك أرتعب كل ما أقرب من عنده مع أنه في الكلاسيك ممتاز يعني نوعا ما إلا أنه في الرميك جاب لي أم الركب وأنا بس أهرب منها يا ولد يا ولد صوت خطواته لم يقرب مني رعب رعب العشوائية في وجوده وإنه ما يموت في مرحلة مركز الشرط أعطى طابع جبار لهالمخلوق تكفون لعبوا هارد وشوفوا الجو كيف بس شايلهم صوت أقدامه وهي تصقع بالأرض يااو وانا ألعب الثالث كنت لاعب الأول والثاني ومحل الأم أمهم ومتأكد مليون في المية أن الوحوش الزعماء الأقوياء عادة تقابلهم آخر شيء وانا في بداية الجزاء الثالث وفجأة يدخل علي براج يقول انقذيني يا جل وبوم يخرب بيت شكله المرعب يا ولد شنو هذا مع أنه أعطاني خيار الهروب لما واجهت النمسس أول مرة وأكيد هربت فورا ومع هذا معنا أغلب الوقت يعطيني خيارات وهم بعد أرد أهرب قال لي أني كنت خايف خايف من مواجهته يا با من البداية من البداية طالعني يلعن أبو شكلك النمسس ولا ننسى بعد شلون كان يدرعم عليك من الجام داخل مركز الشرطة وهم هالشخص هذا من أول ما تقول بسم الله إلى نهاية اللعبة وانت بس تفكر في هالمعفن وهو لاحقك 24 ساعة بعد ما تواجه الزومبي الغثيث وتعوت على طريقة تفاديهم وبعدها كلاب الزومبي السريعين الغثيثين وفجأة بدون مقدمة تشوف هاللقطة يمه يمه كنت صغير بالعمر وقتها شل إيد الخضرة يا ستار أبك شنو هابا وحش أخضر مخيف جدا جدا وسريع وينط عليك بضربة وحدش لعراسك شل يا ولي وإله الهانتر خلاني حرفيا أنام في غرفة التخزين بالساعات شأسوي لما أطلع بيكون قدامي جاب لي تعب نفسي لدرجة بجد شباب كان من الوحوش اللي كنت أحلم فيهم حرفيا وانا نايم ايه ايه شوفوا 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 شوفت الكرتون هاذ المربعات المستطيل هاذا هي عباركم بقول الحين الأول النمسيس أو هانتر أو مستريك صح؟ هالوحش هذا في سنة 1997 أول ما شفته يا ولد شفتوا الحين لو تلبس نظارة الـ VR لا لا تحبش لون شفت الحين وانت قاعد تشوف الفيديو لو تلف يمين وتشوف زومبي حقيقي أمامك؟ شفت الخوف؟ شفت الاحساس؟ بالضبط هذا كان احساس اللي يعاشروا اللعبة في هذا الوقت لأنه تقريبا كانت أول لعبة رعبة 3D تحسسك في هذا الخوف كان الـ Graphic ترى وقتها شيء جبار والزومبي بشكله حقيقي 100% في هذا الوقت تحس كلما أشوفت يذير قلق وقلبي ولدي يدق بسرعة كان همي أتفادائهم والزومبي حرفيا أول شيء واجهته كشيء مرعب في حالم فيديو جيمز فالحساس اللي عشته أبدا ما أنساه وهو بالنسبة لي يحتل المركز الأول بدون منازع لأنه أول شكل يخرع أشوفها بحياتي في عالم الألعاب وبالنهاية مثل ما قلت لكم هذه أفضل وحوش عندي وكيف تأثرت فيهم نفسيا لما قابلتهم أول مرة شاركونا يا شباب شنو أول وحش قابلت وأثر فيك من ناحية القلق والخوف والترقب والتعب النفسي سلام عليكم